عدنا لحضراتكم مرة أخرى عايزة أقول لكم أن النهاردة طبعا يوم الأربع الاجتماع بتاع مجلس الوزراء المصري نوايا فقدام حاجتين عايزة أقول لهم لحضراتكم وإحنا يعني قبل ما نخش على الحلقة بتاعتنا واحد من الأخبار دي مرتبط بحلقتنا وهو عن الدولار وتنشيط الدولار وغيره ومحاولات الأكومة أن هي تحصل تحصيلات بالدولار المصري وهي أن في اجتماع مجلس الوزراء النهاردة تم مد العمل بمبادرة استراد السيارات للمصريين بالخارج ثلاثة شهر كمان يعني المبادرة بتاعة استراد المصريين من الخارج للسيارات وإداء بالدولار وغيره تم مدها ثلاثة شهر أخرى وده اتفق علي أو أعلن وزير المالية خاصة مع ازدياد قبال المواطنين على هذه المبادرة والاستفادة منها وأعلنوا أن الإجمالي حتى الآن تقريبا داخل في 670 مليون دولار إجمالي حصيلة هذه السيارات اللي بيتم استرادها باستخدام هذا القانون